موسيقى عرش بالكليس والمعبد والسد أثار البلد في مأرب تحت سيطرة نافذين وليست في يد السلطات المحلية لماذا الحكومة صامتة عن هذا الوضع اللامسؤول؟ وهل يخجل هؤلاء من أن تصبح آثار حضارة سبأ مكان لرمي النفايات والمخلفات؟ موسيقى أهلا بكم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم كانت وجهة هذه الرسالة إلى مدينة مأرب اليمنية وكانت حينها مركزا سياسيا وشورويا متقدما على مستوى المعمورة تركت آثارا يفاخر بها اليمنيون اليوم ويستمدون منها الأصالة والنضال اليوم يتعرض عرش بلقيس في مأرب إلى أهمال كبير من قبل السلطات المعنية في المحافظة والحكومة حيث أظهرت الصور التي التقطتها كاميرا بلقيس تحول مرافق العرش والمعبد في مأرب إلى مساحات لرمي النفايات والمخلفات وقال مدير مكتب الآثار لقناة بلقيس إن العرش والمعبد والسد وغيرها من أثار مأرب ليست تحت سيطرات الدولة وإنما تحت تصرف نافذين قبليين هنا حيث جلست الملكة بلقيس وتركت آثار المملكة المتدة التي حكمتها هذه الحضارة حضارة سبا أشاد بها التاريخ والقرآن على ما تمثله من رمزية سياسية وحكم شورويا وحضارة عمرانية متطورة تتعرض اليوم إلى ما يشبه الطمس والتدمير عبر الإهمال والنهب الذي يحدث لها وبدل أن يصبح عرش بلقيس وسد مأرب وغيرها من المعالم قبلة للسياح والزوار من داخل وخارج البلد أصبح ما يشبه مكبا للنفايات ومكان للمخلفات مدير مكتب السياحة بمأرب قال لقناة بلقيس إن عرش بلقيس والمعبد والسد ليست باستلام السلطات الرسمية وإنما بيد نافذين قبليين أحب أن أوضح بالنسبة للمناطق الأثرية السد العرش والمعبد ليست باستلام مكتب السياحة إلى حد الآن هذه المناطق ليست باستلام السياحة الأمر الذي يثير الاستغراب حول دور السلطات الرسمية في مأرب لا سيما بعد التوسع الكبير الذي شهدته المدينة والأهمية الاستراتيجية التي حضيت بها المحافظة مؤخرا يتساءل المواطنون عن دور وزارة السياحة في الحكومة الشرعية حتى وإن أصبح الاحتجاج مصحوبا بالسخرية من جدوى وجود هذه الوزارة في ظل هذه الظروف وبالرغم من ذلك لا وجود لأي اهتمام بالمعالم السياحية الدخول لهذا المكان العرش بخمسمائة ريال من الماسك مش هيئة الآثار ولا السياحة صعب الدكان هذا خيره هذا صعب الدكان العرش هذا كله هنا يملكون صعب الدكان وجعتك من سبأ بنبأ يقين نداء يرفعهم مواطنون من مأرب اليوم احتجاجا على التشويه الذي تتعرض له أهم آثار البلد إذ لا أحد يمنع البعض من الكتابة والتشويه على جدران العرش وملحقاته الأمر الذي يبعث الأسى على تاريخ مملكة عظيمة كانت هنا يوم ما من لا تاريخ له لا حاضر له ومن لا حاضر له لا مستقبل له عبارة لا يبدو أنها تثير اهتمام أحدا من المعين الرسميين في ظل سباة منظمات المجتمع المدني والناشطين في هذا المجال إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا بداية الأستاذ أحمد البحيح وكيل وزارة السياحة من عدن مساء الخير أستاذ أحمد أستاذ أحمد أهلا بك إذن بداية لو تحدثنا عن أهمية موقع مأرب الحضارية والتاريخية حياكم الله أكبر وحيا الله السادة المشاهدين بطبيعة الحال مأرب هي تاريخ دولة سبا وتاريخ كل اليمنيين وهي مدينة تاريخية حسنية تحتوي داخلها مدين تاريخية يعود تاريخها إلى قرابة القرنين من الزمن أكثر من 2000 سنة ما قبل الدولة السباية بالتالي مأرب أهميتها تعود أولا من حيث تاريخها القديمة ثانيا من حيث أنها كانت ممر للتجارة الدولية ما بين الدول المعينية والسباية والحميرية من وإلى براقش ومنها معين ومنها قرنعو في شبو وغيرها من التي حكمت التغرف اليمني في السابق نعم إذن أستاذ أحمد كل هذه القيمة الحضارية والتاريخية لمأرب ولكن بداية دعني أتسأل لماذا هذه الأثار أو هذا الموقع السياحي ليس في نطاق السياحة أو في إدارة وزارة السياحة أولا يجب أن يعيي ويجبك أستاذ المصرحي الديد على أن الآثار وما يتعلق بقطع الآثار هي تابعة لوزارة السياحة وليس لوزارة السياحة أصبح قطع الآثار وهو يحتوي على كل المدن الآثرية والمواقع الآثرية تابعة لوزارة السياحة على من باب التوضيح حتى يطلح لسالة المشاهدين يمكن أيضا أن الجهة المعنية هي وزارة الثقافة وليس وزارة السياحة بالنسبة الاهتمام والترميم والعادة الصيانة وما شابه ذلك أما وزارة السياحة فهي دورها هو دور تنويجي وإشرافي ليس ألا إذن يطال هذا المخزون الأثري الكثير من الإهمال يعني لا اهتمام به لا صيانة لا حفاظ عليه من أياد العابثين وعدمي المسؤولية لماذا برأيك؟ صحيح هناك إهمال متأمد وهذا الإهمال ليس حديث العهد بحظة منذ أيام النظام السابق تأمد إهمال تلف واقع الحسرية في المقرب والجوف وكذلك كل المحافظات الجمهورية يمن عبارة عن مخزون ومروث وتاريخ أمم بأكملها لكن لن يعطى الاهتمام الكافي ون يعطى الاهتمام الذي يستحق يعني مقارنة بالدول الأخرى التي تجد فيها مواقع ولو قليلة أثرية نحن في بقى السياحة بحكم يعني محامنا بشرافية على هذه المواقع زورت محافظتي الجوفة مارد بالطبع على هذه المواقع الأثرية وزورت مدينة التراقش الأثرية وكذلك موقع موقع برران في العرش وكذلك مواقع الشمس ومواقع أخرى في محط سنتوف كأعمد أوام وبنات عاد هذه المواقع مدينة المعارسة الشديد منها ما هو تحضر التخريب وتدمير من قبل ميليشيات الحوثي وتحولت إلى مواقع أفكارية وتم استهدافها من قبل الطيران لأنها تحولت إلى مواقع أفكارية ومنها ما هو تم إهماله وتم نهب ما فيه تحدثنا مع السلطات المحلية في محافظة الجوف ومارد وشددنا عليهم يجب أن تتم تسليم هذه المواقع للجهات الأمنية لحمايتها من الدمار وحمايتها أيضا من تهريد الآثار وكذلك أيضا حمايتها من العباس بها كونها هذه طراثة البلد وهذه حضارة اليمن التي يجب أن نحافظ عليها كمنبط الحضاري يعتز به كل اليمنيين بالتالي الجسد نستمر نحن في مرحلة حرب حماية الآثار وحماية المواقع الأثرية إلى شرط أولوية بنسبة الحكومة اليمنية الحكومة اليمنية استوليها اهتمام بيانا على تفاهماتنا مع نزارة الثقافة وكذلك أيضا مع رياسة المزراء وأيضا تحاقبنا مع الجهات المعنية كمكتب نعيش الجمهورية ومكتب نعيش الجمهورية والكل استعد على أن يكلفوا الجيش الوطني وكذلك الجهات الأمنية إلى أثناء هذه المواقع وكذلك أيضا وجهوا بمحافظة المحافظات إلى إحدى ترتيب هذه المناطق وإعادة تأهيلها وإعادة صيانتها ونحن بدون نعيش وزارة فيها دون أدنى شكسنا تحمل مسؤولية في أن يعيد هذه المواقع سأسألك عن هذه المسؤولية صد أحمد ولكن اسمح لنا بالبقى معنا قليلا حتى ينضم معنا المخرج التلفزيوني مروان المخلافي عبر الهاتف من تعز مساء الخير أسان مروان مساء نور أسريع ومساء نور الجميع مشاهدي القناة في القيس أهلا بك وأود أن أسألك حول زيارتك التي عرضت عبر فيديو قصير نشرته على صفحتك في الفيسبوك عن مأرب وتحدثت فيه عن مأرب الحضارة وعرش بالقيس اخبرنا بداية ما الذي وجدته هناك طبعا كانت زيارتي قليل السبع إلى مأرب كان من أجل تصوير نامج مغامر الجزء الثاني الموسم الثاني وكن متحمس جدا من أزور هذه المدينة الأثرية المدينة الحضارة مدينة التاريخ كنا نسمع عنها فقط في الكتب أو نسمع عنها أو نشوفها في التلفزيون لكن لما رحت إلى مدينة مأرب وقدت في الأماكن الأثرية التي كنت أتمنى أنها تكون واجهة لكل يمني وقدت شيء عجيب يعني استغراب الاستغراب هذا كان الأوساخ المتراكمة أنا أتكلم كمواطن شاهد بالعين المجردة وليس باللبن المواسية الحكومية أنا مؤمن شاهد أو ساخشة حتى أشياء يعني غير غير المكان ليس له يعني ما فيهش يعني شيء من الأمان الدخول لهذا المكان الأثرية العقيد بزيب أني أمر مثل ما أمر على بطار السياحة أو أمر يعني عشىقولي يعني الهيئات المفروض أنها تكون دائمة على هذا المكان أغو prisoner كان أمر على صاحب شارند فارده كان معه القفل ويفتح لنا الهيان ونidetفع 500 ريان phase التي تверж screaming حسب ما يقول أنا مش عارف أشي م sprinkle ما هي قدرته على الحماية كانت هذه القفشة سيد مروان مضحكة مبكية فيه أن يصل الأمر بهذه الآثار العظيمة وانت تتحدث أنه تخيل معي وتذهب وترينا صاحب دكان تقول هو من ندفع له المبلغ وهو من يعني يأخذ الحماية كما قلت نعم تفضل نحن نشاهد أنه عندما أدخل أصدر في المكان العظيم أدد على الشيء نقول يسير بالعين يعني الأشياء لنا أشوفه في البلعين مجردة هذه الأصهور وهذا الآثار أكتب عليها أرقام تنفونات وذكرات يعني حسسونا أنه هذا المكان كان كان إذن كنا نشوفه فوق أصحاب المصار هذا المكان هو أجهد في المهنة أين وزارة السياحة أو هي الآثار أكتب سؤالي أين هم الآن يقول الأخ الكريم أنه رضي بلد حربه الآن مدينة مارد مدينة آمنة أكاد أنه أنا قاطع الشهر في مارد لم أسمع طلقة رصاصة في الأمام ومتشف الخدمات البسيطة كانت متواهدة على هذه المعابض على هذه الأعزام مش موجودة اتخيل الحب المواطنين يأخذ حجر أثري عشان يتكى يخزن أو يأخذوا حجر عشان يركبوا لو في دوش يعني ستلايت يروح يأخذها ويركل دوش وستلايت نعم يعني تحدث معنا وكيل وزارة السياحة أستاذ مروان حتى أوضح لك الصورة يعني وزارة السياحة ليست المعنية بالآثار هي معنية فقط بالترويج المعنية بالآثار وحمايتها هي وزارة الثقافة ومع ذلك ابقى معنا سأعود لوكيل وزارة السياحة لأستاذ أحمد أستاذ أحمد يعني نعلم أنه ليس من مسؤوليتكم حماية هذه الآثار ولكن الآن مأرب تعد منطقة شبه آمنة كما تحدث مروان وهو شاهد عيان أتى من هناك حديثا يعني ونجد وفود كثيرة تذهب إلى مأرب ومأرب أصبحت بالنسبة لنا هي ضوء الأمل كنوال لدولة مدنية حديثة يعاد بناؤها لما لا تستغل هذا الهدوء وهذه السكينة أيضا وبداية التخطيط لدولة مدنية ويتم الترويج ولو يعني بشكل بسيط حتى لمن هم في الداخل ونعلم أن مأرب الآن يعني مكتظة بالنازحين لما لا يتم الاهتمام والمحافظة على هذه الآثار بالتكاتف مع وزارة الثقافة جميل جميل أولا الآن نشكركم على تفضل على هذا الموضوع أما فيما يتعلق بديارة الآخر مع الأسف الشديد ما كان ناخذ بالفعل ربما هي مشاهد حقيقية وصحيحة ولذلك حينما أصبحت مدينة المعرب مدينة آمنة وأصبحت الدولة موجودة فيها قمنا بأول ديارة لهذه المقبلة على أنها كانت أول ديارة حكومية أو لنسؤول حكومي أن يجر هذه المواقع الأفرية حتى في أيام النظام أو في أيام الدولة السابقة لم يجر هذه المواقع عن نسؤول حكومي قمنا بديارتها نحن برفقة المحافظات ومدراء الأمن وكوكال المحافظة ومدراء مكاتب السياحة والثقافة ورفعنا تقالي للنخوة في البيض وزير السياحة وكتبت وزير الثقافة وطلبنا أيضا من النخوة المحافظين على أن يتم إعادة فيانة هذه المواقع وكذلك فيانة أسوار وأيضا تسليم هذه المواقع إلى الجهات الأمنية وليس لمواطنين كما سموها من الأخ ضيفكم أصحاب بفاكين أو مصر لذلك بل على أن تتسلمها جهة أمنية معينة كالشرطة السياحية وهذه أحدى قطاعات المجارة الداخلية وأيضا أن يتم في متابعة إعادة تأهينها وكذلك كذلك استمرار سعى صندوق التحسين ونظافة إلى هذه المواقع لتنظيفها وتركيبها لتكون وجهة مناسبة لإستقبال السائح المحلي أولا ومن ثم السائح الأجنبي نعم ما مدى التجاوب الذي نعم يعني من خلال هذه التقارير الذي قدمتموها والطلبات التي وضحتوها ربما بشكل نقاط محددة ما مدى تجاوب السلطة المحلية معكم هناك تجاوب كبير تجاوب محافظة المحافظة وسلطان إرادة تجاوب معنا يعني عقد اجتماع حينها مع اللجنة العملية حينها يتعلق باستلامة هذه المواقع وكذلك أيضا تم قابلها مع صندوق التحسين ونظافة المدينة لكي يرسل فيه اليوم إلى هناك لتنظيف هذه المواقع مع الأساسية تساعدني المواقع تحتاج إلى تنظيف تحتاج إلى حماية تحتاج إلى يعادة تههيل وترميل بتكونوا شهة الحلقية وكذلك أيضا تحتاج إلى انتهام المناطق المجاورة لها نحن تحدثنا مع المحافظة على التعطى هذه الأولوية نحن والآن مارد أصبحت مدينة آمنة يتبقى بالسكاين أكثر من مليونين نسمة كل هذا وعلاق السكاين يذهبون في نهاية الأسبوع إلى هذه المواقع هم بحاجة إلى أن يلدوا موقع حسري فيه أدلالة واضحة فيه مرشب سياحي فيه أدوات تعليفية فيه مواقع ومجاورة خدمية يفطيع أن يجد فيها أيضا سياحة وكذلك أيضا معلومة وثقافة يستفيد منها الشائح أو الزائد من هذه المواقع نحن نلاحظ أستاذ أحمد نحن نلاحظ بعض الدول لا يوجد لديها هذه المناطق الأثرية والتاريخية وتختلق لها بعض الأثار التي تعمل منها شيء وتسوره وتقوم بحمايته والدخول له بتذاكر معينة وتدخل تجد لا شيء حقيقة يذكر أمام ما لدينا من التاريخ ربما تكون هذا الجانب أحد روافد هذه المحافظة وهو ليس بالقليل نعلم عدد الوفود التي تصل إلى مأرب وفود وزوار خارجيين رؤوس الأموال الآن كثير منها انتقل إلى مأرب وهذه ربما تنشط من حركة السياحة إذا ما أضيف إليها الاهتمام والرعاية الحقيقة التي تستحقها هذه الأثار نعم نعم بلا شك هناك وفود أجنبية زارة هذه المواقع وآخرها وفود قبل يومين زارة هذه المواقع وفود أجنبي كذلك أيضا هناك وفود مختلفات بل شك أي ذا لمدينة مأرب مأرب حتى يمرع هذه المواقع الأثرية والتاريخية نحن بلا شك الحكومية تتحمل المسؤولية المحافظة تتحمل المسؤولية كل الجهات المعنية كان وزارة الثقافة أو وزارة فيها تتحمل المسؤولية ونحن بدوننا بلا شك سنعمل جاهدين على أن نرز هذه المواقع الأثرية ونعيد تعهيلها لدينا لدينا سطوة وبرامج كثيرة لعاية هذه المواقع بالتعاون مع السلطة المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية أيضا وكذلك أيضا إلى فتح الباب أمام المستقبلين السكتمار حول هذه المواقع الأثرية من خلال السكتمار في تنفيذ خدمات وفي موجود مقارن موجود سافيهات موجود مواقع وكذلك حتى تصبح هذه المواقع إلى وجهة وإراد أيضا إراد مالي للدول العالم جيدا وهنا لك دول كل إراداتها وميزانياتها من السياحة ليس فقط من أي مواقع أخرى يتحردين يعني مواقع أثرية كبيرة ونحن بإذن الله سنعمل جاهدين على أن تكون هذه المواقع كما يريدها كل مواقع يمني يعتد ويفتخر بحضاراتها وتاريخ نعم أستاذ أحمد كنت أود أن أسألك هل من المنطق أن تظل هذه الأثار تحت رعاية وزارة الثقافة أو يفترض أن يكون لديها هيئة مستقلة لحمايتها ورعايتها هل هذا التقسيم الموجود حاليا هو المنطقي برأيك هناك تقسيم هي ضمن نزارة الثقافة لكن هناك قطاع نشونا قطاع الآثار وكذلك هيئة الآثار والمدن التاريخي هناك هيئة مستقلة إذن أين دور هذه الحيئات والمكاتب مما يحدث لهذه الآثار حتى هذه اللحظة نريد نكرر ما زلنا في مرحلة تحرب نحتاج إلى المدينة حتى تنشط هذه العيئات وتم يعادة تأهيلها ويعادة يعني تقوم نسؤولياتها نحن ما زلنا نريد نكرر وحتى هناك مواقع عشرية في أطراف المعرب كذلك المعبد الواقع في مدينة سرواح ما يزال يعني سلطة الإنقلابيين وكذلك أيضا في ماء منطقة السوداء والبيض باتجاه المصروب ما زال عجزة منها تحت سلطة أو تحت عيمن الإنقلابيين بالتالي نحن لا نعف نفسنا والحكومة المنية المسؤولية ولكن نعدكم ونعد أصدر المشاهدين على أن نقوم بما يملك عليه واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية تجاه هذه المواقع فونها موروط تاريخي وحضاري وكل من يختخذ بذلك وواجب أن هناك حكومة تحمل مسؤولية ومن خلالكم نؤكد بإذن الله أنها ستكون في أيام القادمة ستكون مالك جهود كبيرة بالتعاون بين وزارة الثقافة وزارة الفياحة وكذلك ما بين السلطة المحلية في مالب وكذلك سلطة المحلية في الجوف كلنا نتكلم عن محيط تقليم سبا والكل بإذن الله مدرك أهمية هذه المواقع وأهمية تأهيلها وحمايتها بالشكل المذي بقي أن تكون نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد البحي وكيل وزارة السياحة كنت معنا عبر الهاتف من عدن إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعودوا لاستكمال هذه حقا اشتركوا في القناة إذن أهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام وينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبدالهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة لتراث اللامادي من تعز مساء الخير أستاذ عبدالهادي بداية أن أستاذ عبدالهادي يعني يعني اتضح أن الأثر هي جزء من مهام وزارة الثقافة وحمايتها أيضا ويعني رعاية هذه الأثار من يعني بطش المتنفذين وكذلك اللامسؤولين بداية حدثنا من وجهة نظرك ما مدى أهمية هذه الأثار التاريخية والحضارية بطش المتنفذين بطش المتنفذين بشكل عام وعادة وعادة هم الأثار عن من التثنيف أي أن كل إبعا سواء كانت مقبية أو مستخدم ومستخدم تجد عمرها عن مئتين عام مصنفة في عرف الجمهور اليمنية أنها من الآفة هذه الأثر فيما يصنى بصناعة الغاطة أو بصناعة السياحة هي الأصول السابتة التي تعترض عليها صناعة السياحة ومذلك بلدان داخلها من السياحة يقوق بلدان أخرى من داخلها من النص ومن بعض الزواند الصناحية مثلا أسلانيا داخلها من السياحة الأيض رجل ما أكثر من داخل شمال أسلاثية البلدان العربية الواقعة شمال أسلاثية من النص أساسا في حكم المسألة السياحية وتعتبر الآفة جزءا أساسا في العملية السياحية سواء كانت مدن سواء كانت دور عبادة كناعة مسابقة أو دور عبادة البيانات الأخرى أو أيضا بعضا من المناطق الطبيعية المصنة ومن المصنة لدنون السعيدة أو غيرها من المناطق التي تعتبر تحت الحماية وهي أيضا طبيعي لكن هذه المواد إذنالا أو هذه المتنسات أو المواد بشكل عام هي الآفة الأساسي في صناعة الفياحة والثقافة وهي جزء أيضا تظهر في مسائل التعبير عن الهوية الوطنية عن التراث الوطني عن السنوية في الدنيا الشخصية جزءا مما نشميه من الهوية الوطنية للبيان نعم إذن أستاذ عبدالهدي ابقى معنا قليلا ينضم معنا الصحفي خليل المليكي من هناك من مقرر مساء الخير أستاذ خليل أهلا بك أستاذ خليل وأنت تشاهد هذه الآثار ومدى الإهمال الذي طالها ما هو تعليقك على ما يحدث نعم تشيركم لبوليسكم الكرام من قبل حياة الآثار وإحبار من قبل مفتبة سياحة في اللال نعم كثيرا مهمة إهمال غير عادي كأنها منطقة لمن هب وست يسخلها الكتابات موجودة على جدران الآثار كذلك الحجار مرشو في كل مكان تحدث بأن هناك إهمال لأنه هو إهمال متعمد أما أن المستب لا يقوم بواجبه بالشكل المطلوب كثير من الأكتابات ومن الناس يتحدث عن هذا الكلام وكتبوا وطوروا المكان كثير من السياح من من وفود جنبي زارة الأماكن وخرجت مستعى نتيجة هذا الإهمال هناك معروف أنه يقارب 15 قطعة أثرية تكفي لبناء متحف لكن لا نعرف لماذا هذا الإهمال هو الوضع الذي تعيشه اليمن بشكل عام أثر على هذا الجانب لكن المحافظة مستقرة استقراء هنا على السلطان المحلية تقوم بواجبات هذا الإشكال الكبير الذي يهدد الآثار في المحافظة حيث أن معرب تاريخ عريق لا يجوز أن يهمل بهذه الطريقة ولا يجوز أن يضيح هذه الآثار إلى آلاف من السنين بأيام بسيطة ونتيجة إهمال نعم إذا نبقى معنا أستاذ خليل أعود لضيفي الأستاذ عبدالهادي أستاذ عبدالهادي يعني نعلم أن مأرب طالها إهمال متعمد منذ السابق لها ولأثارها ويعني تركت كمحافظة معزولة ولكن الآن يفترض أن هناك جزء كبير من السلام عم هذه المدينة وهناك يعني نواة دولة مدنية تحدث لما لم يتم الالتفات لهذا المخزون الأثري برأيك أعتقد أن المسألة موقفة بجرقة الأساسية بالهيئة العامة للآخر وبقطاع في الوزارة هو معروف بقطاع الآخر تتبعه المتاحث وهو مسؤولا عن التراك المادي للوزارة بمشرة لنار حصل في علام هناك إجمال كبير هناك مواقع حفرية در نقشها هناك تبني متأمد أطلق لإثنا من هذه الآثار اليوم أعتقد أن على الهيئة العامة للآثار في نارك وعلى مكتب السياحة في محافظة نارك والجارة السياحة والسلطة المحلية بالمحافظة لعادة تثير هذه المناطق بالكثير ما يخص معدد الشمس والمدينة القديمة والمواقع الأثرية الواضعة والسبب القديم هذه المناطق يجب أن تدخل ظنة مائية على الأقل أن يتم أن تسيد مثلا بيئة شبك عازل وأن تطلع على حراسات بشكل يستمر وأن تبدأ في المسألة استثمار هذه المسألة هذه الأصول يجب الحكاوة عليها ويجب وضع خطة استثمارية لها هذه المسألة يجب أن تنطل النجارة لكن على الأثر الشديد المنزارة في ظل الوضع العام الذي كانت فيه بمكاس كانت أمام مهام شقة وكبيرة كان منهب أغلب المساحة تعرضت المساحة التي كانت فيها موازن من الموازن العسرية المازرة والمحكوبة تعرضت تعرضها للسريقة معاني من نادي الشحي المواقع العسرية بشكل كبير تحولت الآثار إلى مدهة للكسب والربح السريع تتوارب بعض الجماعات ونظرنا جماعات مشلعة على تهريض هذه الآثار أيضا جماعات نافذة وعن في الجي أو في الجولة هذه المسألة تعرضنا كثيرا يجري نحو محقوقات البلد يجري نحو هناك تجمير منظم موارس على الآثار اليمنية هناك استهداف الهوية الوطنية اليمنية بجنبة العساسية وهذه أحد مظاهر الاستهداف الهوية الوطنية المجارة تبقي الوطنية لكن إن كان يجري متواضع جدا من يجري على معركة اتعادة الدولة لم يسترعب إلى الآن أن معركة الاستعادة لن تستمج الحرب فقط نحن بحاجة إلى مشروع ثقافي يكون بالأساس فيه الحفاظ على هذه الآثار وحمايتها وليس الحفاظ وحمايتها لكن أيضا كيف يمكن تحويلها إلى هدوات للدخل والاستثمار بشكل عام يشعر الناس تدوى هذه الأماكن طوال كانت متاعث أو المناطق التي تتواجد فيها بقايا لنجن القديمة لآثار لجور عبادة لغيره من المظاهر الأثرية هما لتنجم المصورة جرى تدين السور تعيز نموذجا تتعرض أيضا بوضع فيه إجراء فيه المموذجية الهندية أيضا ممالك أخصان تردد شيء وضع المدن نحن 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 نتحدث الآن على الأقل في منطقة يفترض أن تكون آمنة نسبيا يجب التحرك لأجليه ابقى معنا فقط أستاذ عبدالهدي أذهب إلى أحد أبناء مارب الأستاذ علي غزيل عبر الهاتف من مارب مساء الخير أستاذ علي أهلا أهلا وعليك السلام ورحمة الله أستاذ علي كونك أحد أبناء هذه المحافظة كيف تنظر إلى الإهمال الذي يطال هذه المناطق الأثرية والتاريخية في محافظتك خاصة أننا نتحدث عن عرش بلقيس ومعبد أوام والكثير من الأماكن الأثرية والله هذه المناطق فيها أهمال ومناشد للجهات المعنية من الوجارة السياحة ووجارة السقافة يقوموا بتحديدها ونضافة فيها من داخل حتى إذا يجعوا الزوار إليها وأجيب مكتاو سواء حجر وخزر هذه من الأشياء التي لا تلك بالسياحة نرجو من الجهات المعنية بالنظر إليها ما مدى وعي الناس بأهمية هذه الآثار يعني نعلم أن هناك من يكتب على هذه الآثار من يستخدم الطلاء بعضهم من يأخذ بعض الأحجار يكمل بها بناء منزلة هل تجد أن هناك ضعف في توعية الناس بمدى أهمية هذه الآثار هذا بعض الناس يجي في جوار يعني وكتب الحجار ونهبها وهذا ما نتل من الدول الهي الهي الاهتمام بها من بعض الناس من يجي يتكب في هذا الحجار وفي العالم الأثار للتخريب والنهب والسرقة وكل شيء نعم إذن شكرا جزيلا لك علي وزيل أحد ابن مار كنتم معنا عبر الهاتف من هناك وأعود إليك أستاذ خليل خليل يعني هناك فعلا ضعف في توعية الناس بمدى أهمية هذه الآثار برأيك يعني بداية من الحماية إلى التوعية إلى أيضا الاهتمام والترويج لهذه الآثار كل هذه على عاتق من تقع مسؤوليته أصلا كما أستاذ عبداله عبداله العزيز أحسن انتقى على مكتب السياحة والهيئة العامة للآثار كذلك على وقت الثقافة إذا قم بواجب من هذا الجنب فإن الإشكال سيزول لأن لو أحد نظار هذه المناطق الأخرية سيرى أنها تحتاج إلى اهتمام بسيط جدا توجيثا للزائرين لو وجد فريقنات متواجد من الموظف في مكتب السياحة أو الثقافة أو العامل للأثار لو وجدوا في تلك المناطق وأرشدوا الناس بعض الاشتاء على الجدران وكالوحات إرشادية للزائرين وكذلك لو وجدت حد نظار هذه المناطق فإن لا تكون مشكلة كما هو حاصل الآن المشكلة بسيطة جدا تحتاج إلى رفع بشكل أكثر من أنها مرمية في أماكن غير أماكنها كذلك يحتاج إلى معظم التربية على هذه المناطق الأخرى كل هذه الأشياء البسيطة تعمل حال كبير في حماية هذه الأسف وجدت توعية من تبل الإذاعة المحلية وكذلك القنوات الفضائية وكذلك من تبل مكتب السقافة نفسه نتمنى هذه القضية ومكاتب الأخرى ذات العلاقة فإن المشكلة ليست تلك المشكلة الكبيرة إذا وجد الإهتمام فإن الإشكال تزل وبأقرب وقت لكن ليس هناك أي تحرك تجاه هذه الأشياء وكل يوم وهي تنتهي وكل يوم وربما تسرق بعضها وهذه جريمة في حق الأثر كذلك بحق محافظة مارب التي تنعم بالأمن والأمان فجريمة أن تكون هذه الآثار منذ آلاف السنين محفظة وتأتي بهذه الأيام وتنهار هذه الآثار وتصادر أو تسرق من قبل البعض نعم إذن ابقى معنا أستاذ خليل أعود إليك أستاذ عبدالهادي أستاذ عبدالهادي يعني نشر فيديو قصير عبر المخرجة تلفزيوني مروان المخلافي ويتحدث عن أن هذه الآثار والدخول إليها يتطلب 500 ريال هل يتم دفعها لصاحب دكان بجوار هذه الآثار وحين سأله لماذا ندفعها قال لأنه يقوم بحماية هذه الآثار يعني هل من المنطقي أن تدار عملية الآثار بهذه الشكل وزيارتها بهذا الشكل يعني أردأ مقاومات الدولة ربما لم تتصرف بهذا الشكل لما يصل الحال بهذه الآثار العظيمة إلى هذه النقطة أعتقد أن ما يبدو في نارد هناك فعلا حالة من الإهنال ومن الإهنال الكبير مكان أشبع مكان مثل معبد الشمس هذا محتاج إلى تسويجه مدينة نارد القديمة آفار السبب القديم يحتاج إلى تسويجه تسويجا كاملا وإبقاء مشهدين من قبل مستبى التقاطة في محافظة نارد حول حيال عمل للآفار مع مستبى السلاحة والمحافظة هذا الأمر مردود إلى محافظة نارد وإلى مستبى التقاطة والسلاحة والمحافظة وأنا أبروكم أرجع بذيك نجا إلى الإخوة في محافظة نارد ومكتب التحاطة والسياحة المحافظة ووجهها المحافظة إلى أتدار هذه الأصولة الاستثمارية يجب الحفاظ عليها ويجب أن تصاب بشكل رسمي وأن يكون هناك مرشدين سياحيين في هذه عمراتك وأن يكون تسليجها وأن هنا العبثة أو العبث بمحتويات هذه الأماكن لكن أن تترك بهذا الشكل وبهذه الطريقة أعتقد أن هذا شكل منشور وهو أدعو عدركم مجارة الثقافة والسياحة والسلطة المحلية ورئاسة الوزراء أيضا إلى إجراء افتناف يجب أن ترصد موازنات يجب أن تكون هناك مجالية حقيقية للعفاظ على هذه الأصول الانتاجية في مجال الثقافة ومجال السياحة معاً هذه المسألة مستدقى معرض بهم تشهد حركة أورانية كبيرة وتشهد تواطر من أعداد كبيرة من المواطنين وأعتقد أن تجدنا الفرصة لترويك بآثارها وأيضاً ما هو متواجد عليها وما يعز الغوية الوطنية وهي حدوة تتحرق في أكثر من مجال أولاً في المجال الاستطادي ثانياً في المجال تعزيز الغوية الوطنية فهي كان في مجال إمكانية هذه المحافظة وما كان تنكو والتعنزة بتاريخها والآثار المزيدة كثيراً في مربع واحد تحتشير أكثر من 20 رمز ما بين معبد السمس وحيوان هذا القديم في مربع صغير وموعادة لن ينقلس كثيراً على التفكير هذه مسألة مشنوبة لأنهية العامة للآثار وأيضاً مكتمة ثقافة هناك ومجالة ثقافة الجددين العام والسياحة معاً وليل حقومة والمحافظة والسلطة المحلية هناك اليوم هناك صلاحية كبيرة للسلطة المحلية أنا أدعو المحافظة محافظة مارك والمحافظة سلطان العرادة إلى أن يبدي ثماناً كبيراً بهذه المسألة هذه الآثار المحافظة وهذه كشف شخصية المحافظة وعليناً أن يبدأوا بتحركاً حقيقي في هذا الاستجاح المسألة لم تقلس كثيراً وعايدها أكثر بكثير في حالة إذا درأي استجمار هذه الأماكن بدلاً من تركها أرضاً بمسألة التجمير إراثاً إلى ما تعرضت له في القرن الماضي من تجمير وإلى اليوم يجب أن تبدأ عملية حقيقية في الحفاظ على الهياكل الموجودة إذا كنا لم نستطع أن نعافظ على بعض اللطاق والآثار الصغيرة التي يصل تعريبها وتحريكها فيجب أن لا يتم العبد بهذه الآثار أبروكم أن أقول هماشر إذا الأخوة هماشر عبر الزلة الثقافة والحكومة لأن حسب ما أعلمه أن مجارية وزارة الثقافة هي في الحل صغيرة جداً مقارنة بالمعام الملقعة على عاتقها في نفس هذا الزر يجب أن تباع في مجارة هذه المجارة وبشكل كبير جداً وأن يتم الاهتيار هذا جزء من إعادة ترميم الهوية الوطنية التي تتشفى والتي هي مشكلة الأساسية داخل الدرس يبدو أن نرى الحكمة بمجامع ربما ترى أن عملية استعادة الدولات مختلفة بالمدقية والحرب وهي جزء بسيط من مسألة الاستعادة الاستعادة الحقيقية تتم بترميم الهوية الوطنية بترميم أجلوجيا الدولات بالعفاظة على أصولها الانتاجية الثالثة والمتحركة منها وهذه دعوة إذا الجميع نوجهها إذا الإخوة إلى رحاة الجمهورية وإلى رحاة الوزراء وإلى المعلومين في السلطة المحلية في جميع المحافظة ليس في مارس فقط مارس اليوم حالة باينة لكن هذه الحالة تتكرر في كل مكان تتكرر في شعر في عزم في أغلب المناطق يجري استقل على أراضي لمحسوبة على الآثار يجري تدين رمضاني يجري هاتم أطوار يجري هاتم عجبا يجري هاتم مسادة أجل ما في القوى بخدة التوشيع بدون أي إشراف وعلى المسادة أعلى راكزي على ألف وألف وأمسينة عام هذه يعني إجارة حوالي ألف وألف وأمسينة عام هذه المسألة يجري أن نضع لها حج بين كل المعينين عبر وجارة يوقف ووجارة الثقافة ووجارة الإعلام ووجارة حيرة مسلاحة حاجة الأصول ومواد نتبى العظام عليها وهي ما يمكن أن يعتمد عليه في مسألة إقناعة الثقافة ومستقبلا يبدو أن الحرب تأكل كل شيء تأكل الإنسان اليمني وأخلت الزواجات تأكل الإنسان وتأكل التاريخ والتراثة معه أيضا إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبدالهدي وكيل وزارة الثقافة لتراث اللامادي كنت معنا عبر الهاتف من تعز كما أشكر الصحفي خليل المليكي الذي كان معنا أيضا عبر الهاتف من مأرب إذن المشاهدين الكرام كنا نأمل أن يكون معنا هذه الليلة الدكتور مبخوت مهتم مدير مكتب الأثار بمحافظة مأرب كما وعدنا لكنه للأسف أغلق ترفون ولا ندري ما هي أسباب زوف المسؤولين عن الوقوف أمام الناس والكاميرا للحديث عما يهمهم ويهم صالحهم وهذا بالتأكيد مجرد طروبهم لن يعطيهم من المسؤولية أمام الناس إذن شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعةكم لنلتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وآمنه اشتركوا في القناة